بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ينثام إن شاء الله في هذا الفيديو رحي نحكي عن درس الثاني من الوحدة الثالثة اللي هو خصائص المثلث اثنين تمام خصائص المثلث اثنين زي ما حكينا في الدرس الاول حكينا عن عدة خصائص للمثلث منها ما بتعلق في المثلث مثل طابق الضلعين ومنها ما بتعلق في المثلثات بشكل عام سوف نكمل على هذه الخصائص سوف نأخذ خاصيتين او ممكن نفصل لهم بزيادة يصيروا ثلاث خصائص نتركز مع بعض عشان نكمل مع سوا الاخر نتيجة نتيجة رقم اربعة مبدئيا رح ارتم لك يا تامن مثلث عندي اسمه مثلا الف با جيم و بدي اجي يا تامن واقسم اذا حكيت انه الف با طولها عشرة سنتير رح ادقي نقطه عند 5 يعني في المنتصف يعني في المنتصف ولا ش sis اكبرها اجيب نقطه بين ألف وجيم اذا كانت 7 تقبق والتقبق دوال في منتصف هLC ها reminds هاي تساوي هاي واكبره انا حبيت اني اوصل بينهم خط اذا هذا الخط شو بسميه بسميه الخط الواصل بين منتصفي ضلعين اذا هذا الخط اسمه خط واصل بين منتصفي ضلعين بقول لك هذا الخط يا صبايا فيه له عدة خصاص اول شي يا صبايا هذا الخط يوازي الضلع الثالث كيف يعني يعني مش هذا منتصف الف با والف جيم مين بيضل الضلع الثالث اللي هو با جيم بيحكيلي انه دالها يوازي با جيم اذا دالها يوازي با جيم طيب شو معناها هاي معناها انت التوازي معناته رح ينطبق عليها قوانين التوازي اللي اخدناه بصف السابع اللي هي التناظر والتحالف والتبادل تمام اوكي تمام اذا هاي هاي اول شغلة شغلة ثانية كمان صبايا بيحكيلي انه طول دالها رح يساوي نص طول با جيم تمام؟ يعني بحكي دالها يا صبايا بساوي نص طول با جيم يعني اذا كانت هاي ستة هاي رح تكون ثلاثة اذا كانت دالها خمسة هاي رح تكون عشرة وهكذا اذا الخاصية شو بتحكيلي؟ تحكيلي الخاصية صبايا او النتيجة القطعة القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفيها من النص بين منتصفي اي ضلعين في المثلث مالها توازي الضلع الثالث وتساوي سوري تساوي نصف طوله اذا هاي هي النتيجة رقم واحد في الدرس هات تمام؟ اذا هاي بدنا نكون عارفينها ناخد عليها المثال قبل ما نروح للنتيجة اللي وراها بحكيلي تعالوا بدي المثال بدي اعطيكم انا مثلث صبايا وبدينا نفصله مع بعض و اوجد لك كل شيء بدي اسم المثال الف با جيب بدي احكيلك انه هاي قياسه 45 درجة تمام؟ وايجا وصلي بين دال وها لهو منتصفي الضلعين طبعا بعرف انه بحط لي خط وخط هون انه هاي تساوي هاي وخطين هون خطين هون تمام؟ اجا وصلي يا مس بين دال وهاو وحكيلي انه هاي تساوي 90 سنتيمتر وحكيلي انه الزاوية هون 80 درجة تمام؟ هون 80 درجة وايضا حكيلي يا مس انه هاي تساوي 24 سنتيمتر سنتيمتر راح نجي صبايا نحقق الشروط اللي بتحكيلي عنها النظرية النظرية بتحكيلي يا تاسا بما انه مس هذا يوازيها معناته الزاوية هون 80 اذا كم قياس الزاوية با؟ ايضا 80 اذا نحكي اول شيء قياس الزاوية با تامن تساوي 80 درجة ليه؟ عندي خطين متوازية واجه خط ثالث وقطعهم الزاوية هاي مع الزاوية هاي كنا نسميهم تناظر وإلهم نفس القياس اذا بحكي لانه الزاوية 80 تساوي الزاوية با ليش؟ بالتناظر تمام؟ اذا هاي هذا السبب طيب اذا هاي اول شغلة هلا ما في عندي اي شيء فاني اني احسبها على الزاوية اما بالنسبة للاطوال راح احكي انه دالها مش تساوي 90 درجة معناته كم باجيم؟ باجيم اكبر منها في مقدار الضعف اذا باجيم راح تساوي 90 ضرب 2 يعني 180 سنتيمتر اذا هاي 90 اذا كانت في الاصل 180 فصارت 90 تمام؟ اذا هذا هي اللي بتحكيلي عنه الخاصية او النتيجة رقم 4 نحل عليها مع سوايا تاسك 8 وهو تدريب 1 صفحة 69 في تدريب 1 صفحة 69 اعطاني يا صبايا المثلث من فرج الزاوية اسمه سين صاد عين تمام؟ با هي منتصف سين عين ودال هي منتصف صاد عين واصلي بينهم الخط اللي واصل بينهم يساوي 5 سنتيمتر طبعا انك لازم تكون يعارفة انه هذا الخط يوازي هذا الخط اذا با دال يوازي سين صاد طيب وحكالي الزاوية الصاد هون تساوي 140 درجة وطلبني يا تامل اني احسب سين صاد واني احسب قياس الزاوية با دال عين تمام؟ با دال عين اول شي سين صاد بما انه صوايا هذة 5 سنتيمتر اذا هذة كم رح يكون؟ سين صاد رح تساوي كم ضعف با دال يعني كم با دال يعني رح تساوي 2 في 5 يعني 10 سنتيمتر تمام؟ اذا هاي هذة اول مطلوب المطلوب الثاني بده الزاوية هاي هاي الزاوية وشو علاقتها مع هاي؟ تناظر ايضا فبحكي قياس الزاوية با دال عين تساوي 140 درجة ليه؟ بالتناظر مع الزاوية صاد اذا هاي هي النتيجة اللي بتحكيلي اذا وصلت بين منتصفي اي ضلعين الخط الناتج رح يكون موازي الضلع الثالث ويساوي نصف طوله قبل ما انتقل النتيجة اللي وراها يا ثامن رايح اعرفكم على ايش جديد في المثلث اول مرة نتعرف عليه اشي اسمه القطعة المتوسطة اذا اشي اسمه شو؟ القطعة المتوسطة شو هي القطعة المتوسطة؟ القطعة المتوسطة يا ثامن من اسمها هي رح تكون قطعة مستقيمة وين في وسط المثلث طب وين بالضبط؟ هاي عندي مثلث اذا اجيت حكيت مثلا نسميه الف با جيم وين منتصف الف با؟ هون وين منتصف با جيم؟ تقريبا هون وين منتصف الف جيم؟ تقريبا هون هلأ بيشو بحكي لي؟ اذا اجيت وصلت الف مع منتصف الضلع اللي قباله هذا الخط الاخمر بسميه ايش؟ قطعة متوسطة اذا القطعة المتوسطة هي القطعة المستقيمة الواصلة بين الرأس ومنتصف الضلع المقابل له طيب يعني في عندي كمان غيرها صح؟ وين؟ اذا هذه اول واحدة التانية اذا وصلت بين الرأس الف ومنتصف الضلع المقابل لها هي كمان قطعة